ننتقل إلى البحث الآخر سياسة الإمام الحسن العسكري للقيادة وتربية الشيعة للشيخ محسن مظاهر شعبان ولسوء حالته الصحية يتفضل بإلقاء البحث الدكتور ماجد ناصر النائلي تفضل مشكورا سيرة الشيخ محسن مظاهر يتفضل بإلقاءها الدكتور يعمر الشيخ محسن مظاهر شعبان حاصل على شهادة البكالوريوس في الفقه من جامعة المذاهب في إيران وحصل على شهادة الماجستير في الفقه استاذ وطالب في الحوزة العلمية في النجف الأشرف مرحلة البحث الخارج وطالب في المعهد العالي للتراث يعمل في قسم الشؤون الدينية شعبة الاستفتاءات الشرعية في العتبة العباسية المقدسة تفضل جناب الحاضرون الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لظرفٍ صحيٍ طارئ سأنوب عن أخي الشيخ محسن مظاهر شعبان لإلقاء بحثه الموسوم بسياسة الإمام الحسن العسكري عليه السلام للقيادة وتربية الشيعة إلى ريب أن عطاءات الإمام العسكري والأدوار التي قام بها على مستوى الرسالة تمتاز بالخصوصية والاستثناء نظراً للمقطع الزماني الخطير الذي عاشه عليه السلام وتتمثل خطورة هذا المقطع الزماني في الآت أولاً شدة رقابة السلطة وإمعانها في عزل الإمام عن المجتمع ولجوء القوة الحاكمة إلى شتى وسائل القمع للشيعة عامةً والإمام خاصة وذلك لكونه والد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي عرف بما أوثر عندهم من الأحاديث والآثار بأنه سيملأ الأرض عدلاً بعدما ملئ الظلماً وجوراً ثانياً ضعف الخلفاء أنجازت هذه التسمية ضعف العباسيين والانحراف والفساد الأخلاقي في عصرهم ثالثاً تولد الفرق الضالة وقد أجهد الإمام نفسه غاية الجهد ونجح السياسته في مواجهة هذه التحديات من خلال وكلائه وخواص شيعته لمساعدة الشيعة وتعليم الأحكام لهم وأعلن ولادة ابنه سلام الله عليه وإمامته وأوصى شيعته العفو بالتوصيات الأخلاقية لهدايتهم وتبعية الإمام الحجة سلام الله عليه بعده والصبر وانتظار الفرج إن البحث في سيرة أهل البيت عليهم السلام يسهم في تأصيل الوعي الرسالي في ضمير الأمة وتصحيح مسار الرسالة من حالات الانحراف الفكري لأنهم قادة الرسالة والقدوة الحسنة المتميزة بخصائص العظم والاستقامة وهم الامتداد الواقعي لنهج النبوة وسيرتها المعطاء وهم الحماة الأمناء لمفاهيم الرسالة وعقائدها من حالة التردي والتحييف والضلال وضرورة الإمامة تبدو جلية لمسك أمور الأمة في مجالي التشريع والقيادة ولذا نراها تتجلى في 12 فردا حددت أسماءهم السنة المطهرة ونص كل واحد منهم على الذي يليه فتكونت المنظومة القيادية للشيعة متكاملة حتى إذا بلغت دور إلى الحادي عشر منهم وهو الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان عليه أن يواجه أمرا هو من أصعب ما مني به آباؤه على الرغم من تمييز كل واحد منهم بأمر صعب يختلف عما قبله وعلى الرغم من إقصاء وتغييب لرموز القدوة الحسنة في زمانه عليه السلام عن التواصل مع حياة الأمة السياسية والاجتماعية وملاحقته وعزله عن قواعده فقد تمسكت به غالبية الأمة ومنحته مظاهر الود والثقة لما لمسته من سيرته الغنية بالعطاء ودوره المشرف في جميع المستويات ويبدو أن أهم ما يستوقف الباحث في حياة الإمام العسكري عليه السلام هو كونه آخر إمام اختتمت به الإمام الظاهرة ليبدأ بعده عصر الغيبة الذي بدأت تباشيره وأوشك زمانه لذا وقع على الإمام العسكري عليه السلام العبء الأكبر في ترسيخ مبدأ الغيبة وتأصيل في نفوس شيعته للحفاظ على خطهم الرسالي من الضياع والإنهيار وقد استطاع الإمام العسكري أن ينجز هذه المهمة الخطيرة بكل جدارة وقوة وأن يحافظ على ولده المهدي عليه السلام من ملاحقة السلطة وأدوات قمعها في وقت عصيب عزل فيه الإمام عن أصحابه وشددت الرقابة عليه وفي هذا الاتجاه استطاع أن يهيئ أذهان شيعته لتقبل عصر الغيبة باتباع عين الأسلوب الأسلوب عينه الذي سيتخذه ولده المهدي عليه السلام وهو الاحتجاب عن الناس واتخاذ الوكلاء الذين يختارهم من خاصته والاتصال بأصحابه عن طريق المكاتبات والتواقع التي صارت سمى بارزة في حياة الإمامين العسكريين عليهم السلام لقد اقتبت طبيعة البحث أن يقسم على مقدمة وأربعة مباحث ونتائج جاء المبحث الأول عن حياة الإمام العسكري عليه السلام ثم تبعها المبحث الثاني يتحدث عن الظروف السياسية والاجتماعية المؤثرة في حياته ومن ثم سياسة الإمام عليه السلام لمواجهة هذه الأوضاع بتأسيس مجموعة من ثقات أصحابه وتعينهم كوكلاء والمعتمدين في المناطق الشيعية والاهتمام بالوضع المادي والاقتصادي وجمع الأموال وتوزيع على فقراء الشيعة ومستحقيهم وتعليمهم الأحكام الشرعية ثم جاء المبحث الرابع للتوجه بالجانب التربوي للشيعة بإرسال الرسائل والوصايا والتوقيعات التي تخاطب شيعته مباشرة لقد فرض العباسيون على الإمام الإقامة الجبرية وكان بن العباس يراقبوه بجهاز خاص ومع ذلك قام بأعمال جعلت بعض شخصيات السلطة يؤمنون به وقد عاصر الإمام الحسن العسكري جمع من العباسيين كالواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز في إمامة والده وعاصر في إمامته ثلاثة من العباسيين هم المعتز والمهتدي والمعتمد وامتاز العصر العباس الثاني الذي بدأ بحكم المتوكل بالنفوذ الواسع الذي تمتع به الأتراك الذين غلبوا العباسيين وسلبوهم زمام إدارة الدولة وأساء التعامل مع الأهالي منذ أيام المعتصم كما اتسم بضعف القدرة المركزية للدولة الإسلامية وفقدانها بالتدرج لهيبتها التي كانت قد ورثتها من العصر الأول لأسباب كثيرة منها انشغال الحكام بملاذهم وشهواتهم وسيطرة الأتراك على مقاليد السياسة العامة بعد انهماك الحكام بالملاهي وكانت سيطرة الأتراك قد بلغت حدا لا مثيل له إذ كانت تنصيب الخلفاء وعزلهم يتم حسب إرادة هؤلاء الأتراك وأنتج تعدد الإرادات السياسية وضعف الخلفاء ظاهرة خطيرة للغاية وهي قصر أعمار حكوماتهم وسرعة تبدل الخلفاء وعدم استقرار مركز الخلافة الذي يمثل السلطة المركزية للدولة الإسلامية كذلك جاء الوضع الاجتماعي كسابقه الوضع السياسي وانعكاسا له من حيث الضعف والوهن والعمام الحسن العسكري عليه السلام كأبيه أعد بجهده الواثر جيلا من الثقات فكانوا رواة وطلابا وفقهاء ومؤلفين ووكلاء منتشرين في البلاد واختارهم من بين أصحابه وأوكل إليهم جملة من المهام كقبض الحقوق الشرعية وتلقي الأسئلة والاستفتاءات وتوزيع الأموال على مستحقيها بأمر الإمام ويحرصون على تبليغ رسالته وإيصال كتبه ورسائله في مختلف أطراف البلاد الشاسعة في ظل الظروف الصعبة والتوترات الموجودة والرقابة الشديدة على الإمام من قبل السلطة وقد كان الإمام متابع دقيق لكثير من الوكلاء حتى أنه كشف انحراف بعض الوكلاء وحتفهم وإخبار الأتباع بانحرافهم دليل على المراقبة المستمرة لهم ومدى متابعة الإمام لأوضاعهم ونشاطاتهم كما لعن الإمام العسكري عليه السلام أحد وكلاء وتبرأ منه وأمر شيعتهم بلعنه بعد أن كان من جملة وكلائه والمعتمد عليه عند الشيعة في بغداد وقد ورد من تراث الإمام الحسن العسكري عليه السلام كتاب عمل ولعله يشبه الرسائل العملية في أحكام العبادات والمعاملات وكذلك كتاب المنقبة وهناك أهم ما ورد من تراثه التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام وحقيقة هذا التفسير صار فيه خلاف بين فريقين الفريق الأول ذهب بعض العلماء إلى القول بصدور هذا التفسير عن الإمام عليه السلام وهو كسائر الكتب الروائية المعتبرة لتفسير آيات القرآن الكريم ومن الكنوز الصادرة عن أمة أهل البيت عليهم السلام ومن هذا الفريق الشيخ الصدوق والقبرسي والحر العاملي والفيض الكاشاني في حين ذهب الفريق الثاني إلى عدم اعتبار هذا الكتاب وأنه لا يليق أن يزر عن الإمام عليه السلام ولا يشك أنه موضوع عليه ومن هؤلاء العلام الحلي والشيخ البلاغي وأستاذ الفقهاء السيد الخوئي وقد ورد عنه أيضاً الكثير من الرسائل والوصايا والمواعض والحكم والأحاديث نعم والنتاج التي توصل إليها البحث الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو الإمام الحادي عشر من أمة أهل البيت عليهم السلام نشأ في بيت والده الإمام علي الهادي متأثراً بسيرة أبيه وكان أعلم أهل زمانة وأفضلهم وأتقاهم وأشدهم تمسكاً بالدين اشتهر بألقاب شريفة تمثل صفاته الحميدة وتميزت حياة الإمام بالعطاء الوفير على الرغم من محاصرة السلطة العباسية له داخل مدينة سامراء إن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قد قام بأعمال سياسية كبيرة للوصول إلى الأهداف العظيمة التي لأجلها شرع الدين الإسلامي في الظروف الحرجة والخطيرة التي عاشها منها تأسيس شبكة الوكلاء من ثقات شيعته كما كان نظام الوكلاء معهوداً ومعروفاً حتى في زمن آبائه عليهم السلام لكن قد تطور هذا النظام بتوسعة البلاد وتضييق الدائرة على الأمة وسجنهم واحتجازهم في الإقامة الجبرية حتى بلغ درجة متقدمة من التكامل في زمن الإمام العسكري ليمهد الشيعة للغيبة الصغرى ومنها إخبار شيعته بالقائم من بعده وتعينه إماماً لهم من خلال بعض التوقيعات واللقاءات مع خواص شيعته ومنها الرسائل والتوقيعات التي أرسلها إلى وكلائه ومن خلالها خاطب شيعته بالوصايا الأخلاقية والأحكام الشرعية ومنها التراث الروائي والأدعية المأثورة وتفسير القرآن الكريم المنسوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً جناب الدكتور ماجد على هذا التقديم والإلقاء ولن نفتح باب النقاش لأن البحث ليس للدكتور فضل جنو الشيخ معذرة مقذرة قضية الوقت أفواً أفواً فضل جنو الشيخ ومتنسح بلا ثورة بلا زحم عليك طبعاً الشيخ محسين أنا أشهد عليه دليل والله وفق إن شاء الله بس أعتقد بالمقدمة صارت دابع بالكلام نحن نستخدمها بالحوز يعني لأنه من جهة يقول نظر المقطع الزماني الخطير الذي عاشه عليه السلام ثم بعد ذلك ماذا يقول يقول وأعلن ولادة ابنه سلام الله علي الوضع كان جداً خطير مو أن يقول على ما يقول سعد الله قلب الإمام كيف حافظه على الإمام الميته سلام الله عليه حتى أن ولادة الإمام أو فنحمل الإمام لم يظهر على السيد المقدس النرجس يعني هاي قضية إلهية طبعاً فأشوف أنه أعلن عن ولادة ابنه قوي يعني يعني ما تناسب يعني ما فعل الإمام كان اتبع طريقة جليلة في التنصيص على والد الإمام المادي مثل يبعث شيء بيده إلى خواص أصحابه ويقول لهم أرسل لكم ولدي وخليفة بعد خواصة فقط أشوف كلمة أعلن يعني ما تناسب لك ضرورة و جزاكم الله خلي جزاكم أحسنتم سماحة الشيخ على هذه الاتفاة اللطيفة بسم الله الرحمن الرحيم عفواً أنا عندي سؤال للجنة التي تنتقد البحوث اللجنة التي تنتقد البحوث يا ترى الآن كان البحث الأول وأنواء كان حرمنا من استماع عليه البحث الأول كان عنوانه مرتكزات الشخصية القيادية للإمام العسكري وهذا البحث عنوانه سياسات الإمام الحسن العسكري للقيادة فأسأل اللجنة يا ترى هل هناك فرق بين البحث الأول والبحث الثاني لأنه ظاهراً العنوان واحد وإن كان فيه تقديم متأخر اللجنة هنا سماحة الشيخ اللجنة هنا لتقديم الباحثين والمداخلات اللجنة العلمية التي طلعت على البحوث ودقاقتها لكننا وقعنا في مشكلة التكرار لو كان البحث واحد نعم تقبل البحوث التي تنال درجة 70 فما فوق بغض النظر على كانت فيها تشابه أو غير تشابه المعالجات مختلفة قد العنوانات تتشابه ولكن معالجات الباحثين الاستفهام بسبب غياب البحث الأول شكراً دكتور ماجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر